كما في كل شهر يختار الأبو الأقدس أن يرفع الصلاة من أجل قضية معينة أو أشخاص معينين وفي شهر تموز انتقل بابا فرانسيس أن يخصص صلاته من أجل الكهنة ورسالتهم الرعوية التي يقومون بها في كل مكان واستهل البابا فرانسيس صلاته بالسؤال هل تعلمون كم مرة أفكر بتعب الآباء الكهنة لافتا إلى أن الكهنة بفضائلهم وخطياهم يمارسون رسالتهم في مختلف المجالات وأضاف أنهم لا يستطيعون التوقف عند خيبة أمل واحدة في ظل ما يواجهونه من جبهات مفتوحة مشيرا إلى أنه في هذه اللحظات عليهم أن يتذكروا أن الناس يحبون رعيهم وأنهم بحاجة إليهم ويطكون بهم ودع الجميع إلى الصلاة معا من أجل الكهنة الذين يؤدون رسالتهم في ظروف صعبة وبوحدة قاسية ويواجهون صعوبات كثيرة لكي يشعروا بأنهم ليسوا وحيدين وأن يشعروا بالراحة بفضل علاقتهم بالرب وبالأخوة ترجمة نانسي قنقر